رغم كل الجهود التي تبدل على المستوى الوطني والدولي للتخفيف من معاناة شعب اليمني جراء الحرب وتدعياتها المؤسفة إلا أن المشكلة لا تزال مستمرة ببقاء أسبابها وفي مقدمتها دوام الانقلاب في كل مرة يدلي فيها وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية مارك لوكوك بإحاطة تتكرر الأرقام والتقارير مع شيء من تغيير أسماء مناطق المعاناة عشر مليون يمني لازلون يعتمدون على المساعدة الغذائية في حالة طوارئ للبقاء على قد الحياة وتفشي الكوليرا مر أخرى أثر بالفعل على ثلاثمائة ألف فرد هذا العام مقررة بثلاثمائة وسبعين ألف حالة على طوال عام 2018 تخوض المنظمات الدولية ومعها المحلية معركة مع الجوع في اليمن وتعتبر الحديدة أكثر المحافظات فقرا وتأثرا بالحرب فمنذ سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت المحافظة تدهورا ملحوظا في المستوى المعيشي وزد الوضع سوءا مع بداية العمليات العسكرية لتحريرها بدءا بالمناطق الساحلية الجنوبية أكثر من ستمائة ألف نسمة نزحوا من مناطق الصراع وساءت معيشة أكثر من ثمانين بالمئة من سكانها فيما لا يزال نحو مليون نسمة من سكان المديريات الجنوبية تحت وطأة المعاناة بسبب استمرار المواجهات بين قوات شرعية والميليشيا الإنقلابية وبينما تبحث الأمم المتحدة عن شيء من حل حالة الملف السياسي تحت عنوان إنساني بوابته الحديدة تتوسع رقعة المعاناة ويستمر الإنسان في دفع الثمن ترجمة نانسي قنقر